الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة تهيئة البرامج المناسبة لهم رعاية مواهبهم الاهتمام بكل ما يخصهم الارتقاء العام بما يسهل عليهم الحياة العامة هو أمر مهم وإنساني ومجتمعي ويستحق أن نقول لكل من يقدمه شكرا مركز الرعاية المتطورة منذ عشرين عاما تقريبا وهو يصنع الحلول في هذا المجال بل يطور من الخدمات المقدمة ويرفع شعارا مضيئا معا نجعل من الإعاقة انطلاقة سنتحدث عن جهود هذا المركز وما يقدمه مع الأستاذ محمد الشريف رئيس مجلس إدارة مراكز الرعاية المتطورة للرعاية النهارية والذي يشرفنا اليوم في استوديو ياهلة أستاذ محمد مساء الخير حالي حبيبي أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله بالصلاة والسلام على رسول الله أول شيء أشكركم على الاستضافة وأشكر حرصكم الدائم على الأمور الإنسانية والاجتماعية نحن نشكرك على قبول هذه الدعوة ويمكن كنا نتكلم قبل الهوى وقلت لك أنه قدمنا كم حلقة عن هذا الموضوع لكن كل مركز عنده ما يميزه اليوم أهم الخدمات التي يقدمها المركز طبعا أول شيء الشكر لمملكة الإنسانية التي لا تألو جهدا في دعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا منذ التأسيس طبعا الدولة دائمة من خلال المواردة البشرية في إشرافها من خلال وضع اللجان ووضع اللوائح وكذا على هذه المراكز لكي تقدم الخدمات للأبناء فوق 12 سنة أو الأبناء في سن من سنتين إلى 12 سنة جميل أنتم إيش أهم الخدمات اللي عندكم أنا أعرف أن عندكم عيادة عندكم تعليم طبعا نعم طبعا الخدمات اللي نقدمها في المركز أو تقدمها المراكز بشكل عام تقدم خدمات العلاج الطبيعي خدمات التخاطب والمطق واللغة العلاج الوظيفي خدمات التعليمية والدراسية للأبناء والمواصلات والرحلات والزيارات والشيء المهم اللي نضع تحته خطين دمجهم في المجتمع لأنهم هم يفتقدون خاصة في الطلب اللي موجودين عندنا يفتقدون لأنه وصل إلى 12 سنة تعرف الإبن في بدايته تلقى الأسرة أنا أتكلم لك كولي أمر وكمدير وكلها طبعا الأبن في البداية الأهل يهتموا يودوا يسفلوا يودوا يحاولوا يعالجوا يمن يوصل 10-11-13 سنة يبدأيش قلنا القصة هذا الباب طبعا الولد هذا يعني هو ولد وخوه زي ولدي يعني ونلم ربي في عام تقريبا 1418 أنا وديته دولة عربية بحيث أنه يعني ما كان فيه مراكز ولا كان فيه الموضوع بسيط جدا فودينا لدولة مجاورة وجلس فيها تقريبا 5-6 سنوات فكنت أزوره كل شهر كل نهاية شهر وكنت أروح أزوره فدائما كنت يعني أصطدم أني لازم أنتظر عند الباب نص ساعة 20 دقيقة فأفكرت ليه يعني ليش أجالس في يوم العيام يعني سويت مغامرة وضطيت من فوق السور ودخلت فلما اندخلت طبعا احنا أول لما نجي النص ساعة هذه يتجهز فيها يغسلوا ويرتبوا يلمعوا وكذا ويجيبونه لك وليه أمر يعني هذه مناشدة برضه النقطة هذه هذه النقطة مهمة جدا أنه تدخل تلقى الولد ما شاء الله معطر ومرتب وكذا فأنت تتطمن يعني ولكن الموضوع هذا فيه طبعا الوازع الديني مهم يعني فلما دخلت فأتفاجئوا فيه فدخلت لين وصلت عنده فصراحة وجدت منظر والله العظيم أني يبكي وش اللي شفت شفت يعني الأبناء تخيل 60-50 طالب في صالة مثلا 7 في 12 يستخدم محمام واحد وعمور كثيرة من وقتها سحبت الولد وعلى الفندق وسويت تذكرة مرورنا جوة السفر حقه خلص لهاش كم من 5 سنوات وجيت والتقيت بأحد أبناء العمومة وبدأت الفكرة والحمد لله اليوم المراكز فوق 260 مركز على مستوى المملكة الدولة دائمة الوازع الديني موجود وزارة الموارد البشرية لا تألو جهدا في المتابعة وش اسمه ولد أخوك الله يحفظه؟ شاكر 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 له الفضل بعد الله شاكر الشريف يعني تكبر له فضل علي لين أموت الولد هذا أول شيء يدخلني المجال المجال هذا فيه يعني مجال إنساني في البداية بحت والأمور الثانية تأتي لكن في البداية إنساني شاكر الله يحفظه؟ شاكر الله يحفظه شاكر الله يحفظه الله يشافي كيف وضعه الآن بعد الدمج والمركز؟ لك فيه نفسية لك فيه نفسية طبعا المراكز ما فيها يعني مين مستشفى تعالج تعطي إبرة أو كذا ولكن فيه برامج يعني علمية سواء من الأشراف التعليمي أو كذا أو خصصين علاج الطبيعي يعني يحسن الحالة أو إنها تبقى على ما هي عليه لكن الولد نفسيا يدمج في المجتمع يشوف الاحتمام من المركز من المجتمع من الأسرة هي عملية هي في محاور أربعة الدولة الأسرة المراكز المجتمع إذا اكتملت الأربعة محاور ذي أنت طلعت بجيل من دولة احتياجاتها الخاصة أقل شيء نعيش حياة كريمة جميل يومها يعني لما نطيت السور كيف كان التعامل معك صارت لك مشكلة يومها لا كنت على حق تحاورت معهم أنه لش يتصنوا كده تحاورت وتصايحت معهم وكنت على حق بس كنت على حق ولا يعني استفر الله الإنسان لو يحط له حيوان في مكان ما يبقى أحد يؤادي فما بالك أنك تحط ولدك ولدك أنت تحطه في مكان تيجي يعني ما تقدر تدخل المكان سواء من الريحة أو من المنظر المنظر كان جدا سيء أنا ناشد أولياء الأمور أما أنهم يهتمون في الجانب ذلك خاصة اللي عندهم أبناء برة وقادر أن يجيبوا هنا ويدخلوا مركز يا أخي ولي الأمر لم يشارك في العملية يعني أنا ما أتنصل من الموضوع يعني أودي برة وخليه في مكان خلاص وأرجع وأزوره كل سنة مرة يعني أنا أشوف أنها مجحفة في حق الإبناء الحمد لله الآن المراكز كثير الدولة الدعمة الوزارة المتابعة من خلال اللجان من خلال من خلال المراكز بهذا الجهد كبير جدا في تهيئة الجو المناسب حتى داخل الأسرة المركز يتدخل بعمل ورشة العمل بتثقيفهم سواء وضع كشكات في المولات سواء فيه أمور كثيرة بتثقيف الأسرة أساس تعرف كيف تتعامل طيب من الأفكار الجميلة اللي أنا شفتها في موضوع المركز خلو اللي هو فكرة الدمج مع المجتمع نعم وكان فيه صور لمجموعة كبيرة من الرياضيين نتكلم عن الكابتن أحمد جميل الكابتن ماجد عبدالله مجموعة كبيرة يعني الله يمسيهم بالخير جميعا وعذرا على اللي يمكن سقطت أسماؤهم إيش كانت الفكرة هذه وكيف نجحته عمر السومة مثلا شفنا كثير 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 فوق 600 رائعب جار وإن شاء الله إحنا طموحنا نوصل للألف بس نبغى الأندية تتعاون معنا وزارة الرياضة تتعاون معنا بنوصل ليه ركزتوا على اللاعبين يعني ليش ما هم تتعاون عندهم شغف يعني الإبن إحنا لا نجي نقول الإبن المعاق أول أول شوف يعني خلني أتكلم لك عن موضوع يعني ما عليش شوية أول لما نكون في مول ولا في سوق ولا في حاجة ونشوف مثلا إبن معاق الكل يتفرج فيه الكل شوفه شوفه الآن تغيرت الفكرة صار الموضوع عادي طبيعي صار الموضوع طبيعي ليه؟ لأنه ترى المراكز لها دور كبير طلعت العيال للمجتمع شافوهم من المجتمع أول منغالقين في البيوت في كثير من التجتمع يعني ثقافة الإعاقة كانت ضحلة شوي ضحلة شوي يعني والله الولد معاق ما بطلعه ما بغى الناس يشوفه يعني الأمور كثيرة يعني أمور اجتماعية كثيرة لكن الآن شغل المراكز وضغطها في الموضوع ذاو تثقيف الأسر بدأوا الأبناء يطلعون يطلعون للملاعب يطلعون للمولات يطلعون فإحنا من هنا انطلقنا وجدنا أن الأبناء عندهم شغف كبير بالرياضة يعني اللي عنده نسبة دكاء أربعين اللي عنده خمسين طبعا إحنا نقبلها لغير قابل لتعلم من نسبة خمسة وخمسين ونتنازل هذه تقبل في المراكز ما يروح التعليم يجي المراكز طيب جميل طيب بصراحة من خلال معايشتك للموضوع وقربك منه والتصاقك بالحياة العامة اليوم أتكلم عن الأسواق الحدائق الأماكن العامة إلى أي مدى هي مهيئة فعلا للأشخاص ذوي الإعاقة وإلى أي مدى تحتاج إلى تهياتك تحتاج إلى تهياتك تحتاج إلى تهياتك يعني مثلا مول كبير مثلا ما بنذكر أسماء يعني لابد مثلا من وضع أنت لو وضع ثلاث مساحة مثلا عشرين في خمسة عشر مثلا وحطيت فيها لعاب وكذا يجي ولي أمر مع ابنه توحد يقدر يتسوق يحط الولد ويكون فيه ناس مسؤولين عنه داخل المول يعني تكون خدمة جيدة في المطارات بدأت الأمور تتحسن أفضل يعني لسه يبغى منا شوي طيب خلنا نقول أهم المقترحات والمطالب اليوم خلنا نتكلم عن اللعيبة بس طيب باختصار إلا سألتك اللعيبة طبعا قصدناهم كل اللي شفتوا يعني أنا ندري ما في وقت ولا كان أقول لك أعرضها تمام أعرض الشيء اللي رسلت لكم يعني لعيبة ومشايخ وكثير كثير جونا كلها بجهود شخصية كلها بجهود شخصية أنت ما تدري المدى الطالب كيف نفسيته بعد ما يطلعون أنت تشتغل عليه شهر يعني تصير أنت محفز إن شاء الله هنجيب لكم النادل فلاني هنجيب لكم النادل فلاني تلقى الطالب يبدأ يشد حيره بنسبة ذكاءه أربعين اشتغل على الأربعين خليه يشبه لأربعين أربعين يعني ما عد ينفى خلاص نحطه ندفنه لا خليه يشتغل على أربعين يطلع فبدأنا من هنا فصرنا دائم ندعو اللاعبي بصفة كلها بصفة علاقات شخصية علاقات شخصية أنا ناشد وزارة الرياضة أن الموضوع ذا أنه تهتم فيه بحيث أنه يعني أما في حكمتها أو في شغلها تضعبنت أنه النادي في دعمه أو في شيء أنه الدعم لازم يكون لك مشاركات اجتماعية مع مراكز معاقين مع أيتام مع كذا المطالبات والمقترحات طبعا القطاع تنموي الآن الموظفين السعوديين في القطاع يتجاوزون تقريبا 18 ألف موظف وموظفة احنا بس المناشدة احنا نقدم خدمات طبية مثلا اللي هي علاج طبيعي علاج وظيفي علاج نتق وتخاطب وعندنا تمريض وعندنا أطباء يعني في كل مركز فيه طبيب معناته هنا وجد العام الصحي وعندنا فصول فصول دراسية الفصول الدراسية هذا تقدم التعليم انت دمجت بين التعليم والصحة لماذا لا يكون لنا يعني أول شيء ناشد هيئة الزكاة اعفاء المراكز اعفاء صريح من الضريبة اسوب التعليم والصحة هذه مناشدة وإن شاء الله بإذن الله أننا تلقصدها ونا عارف أنهم مهتمين يمكن أكثر مني شكرا جزيلا لك أستاذ محمد وإن شاء الله كل هذه المطالب تصل بإذن الله وشكرا للدور الإنساني والمجتمع الكبير اللي تقدمونه اليوم وشكرا لبرنامج يا هلا اللي حريص على مثل هذه الوقت هذا واجبنا كل الشكر والتقدير أبغى أختم باللي قاله الأستاذ محمد وبالذات فيما يخص وزارة الرياضة اليوم كل نادي رياضي مكتوب عنده رياضي ثقافي اجتماعي الجانب الاجتماعي اليوم يطالب الأستاذ محمد ويقترح بأن يكون هناك تفعيل أكبر مع هذا المركز أو غيره من المراكز هذه المطالبة ليست عبثية بل جاءت بناء على ما لمسوه في المركز من تأثير كبير لحضور الرياضيين على الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين داخل هذا المركز وقد إيش هو يعطيهم دفعة معنوية ونفسية عالية جدا لمواصلة حياتهم بشكل جميل جدا فأنا أنقل هذا المطلب وهذا المقترح من طاولة ياهلة وبصوت الأستاذ محمد الشريف إلى كل المسؤولين في وزارة الرياضة وفي الأندية الرياضية إجمالا ولا أظنهم إلا سيقبلون ويتجاوبون في النهاية شكرا لشاكر الشريف هذا الطفل اللي معاناته أنتجت لنا هذا المشروع الكبير عمره 32 عمره 32 الله يحفظ هو من طفولته أنتج هذا المشروع هو من خمس سنوات الله يحفظ يا رب يطول الله يحفظكم جميعا أنتم وبعد هذا الفاصل نلقاكم اشتركوا في القناة